السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد في قناتنا سنتكلم اليوم عن مباراة التعليم بالتعاقد 2020-2021 هل سنتحدث عن افتتاح تشجيل وعن موعد إجراء المباراة وكذلك شروط ولوج مباراة التعليم بالتعاقد كما هي الروج في مواقع التواصل الاجتماعي وحسب السنوات الماضية فإن موعد افتتاح التشجيل على الموقع الإلكتروني سيكون في شهر نومبر إن شاء الله وأيضا بالنسبة لإجراء المباراة موعدها سيكون في شهر دجنبر أما بالنسبة للإعلان الرسمي للمباراة سيكون في شهر أكتوبر أما بالنسبة لشروط المشاركة فالمباراة مفتوحة في وجه الحاملين لشهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو شهادة تعادلها وأيضا المتوفرين على مؤهلات نظرية وأكاديمية مماثلة في المسالك الجامعية للتربية وأيضا شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية تخصص مهن التدريس المستفدين من البرنامج الحكومي لتكوين 10 ألف إطار تربوي في مهن التدريس كما تفتح أيضا هذه المباراة في وجه الحاصيل على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية المستفدين من برنامج الحكومي لإعادة تأهيل 25 ألف إطار أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها هذه إذن هي أهم شروط وأهم شرط لولوج مباراة التعليم بالتعاقد سنة 2021 وإلى حد الآن لا يوجد أي بلاغ رسمي ليحدد موعد أو تاريخ إجراء المباراة لكن في ظل هذه الجائحة وهذه الظروف ربما يعلن عنها في أي وقت لذا وجب الإعداد والاستعداد جيدا لهذه المباراة وسوف نلتقي إن شاء الله في فيديو آخر عن كيفية الاستعداد لولوج هذه المباراة لا تنسوا الاشتراك والمشاركة وتفعيل جرس لكي يصلكم كل جديد بتوفيق إن شاء الله لجميع ونلتقي في فيديو آخر